ودك بسيارة حلوة وفيها كل مواصفات رفاهية سيارة تمنحك بنورامية الحياة مع فتحة سقف رائعة وشاشة LCD لتستمتع مع عائلتك بأحلى اللحظات مع رؤية 360 درجة لضمان أعلى درجات الأمان على الطريق مالك اللجيتور من سعيد محمد البسامي للسيارات اللي يقدم لك أفضل سيارة مع عروض وتسهيلات تمويلية رائعة إيش تنتظر؟ اتصل الآن لتعرف كل التفاصيل الجيل الحالي من سيارة هيوندي سانتافي موجود في الأسواق من عام 2018 واليوم حصلت الـ SUV متوسطة الحجم على تحديثات منتصف العمر ورغم أن سانتافي 2021 ما هي جيل جديد لكنها بتجي بتغييرات جذرية وصارت مختلفة بشكل كبير عن الموديل السابق شركة هيوندي قررت تبني سانتافي على قاعدة عجلات جديدة وهذا انعكس على التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية والأداء لكن الشكل الخارجي هو أول شيء حنلاحظه في سانتافي 2021 اللي صارت أعرض من السابق وحصلت على واجهة أمامية جديدة مع شبك تهوية جريئ هيختلف تصميمه بحسب الفئة وبيندمج الشبك مع الأضواء الأمامية المجددة اللي بتحتوي على مصابيح نهارية LED على شكل حرف T في الخلف اتحددت كمان الأضواء الخلفية وصار فيه شريط ضوئي بيوصل بين الأضواء وتحت باب الشنطة تم إضافة عاكس عريض بيمتد على عرض الصدام الخلفي المجدد وحصلت سانتافي كمان على جنود جديدة مقاس 20 بوصة مع خيارات عديدة للتصاميم والأحجام بالدخول للمقصورة حنلاقي أنه سانتافي 2021 صارت أكثر رحابة وفخامة من السابق وبتمركز الكونسول الوسطي بمستوى أعلى عشان يوفر المزيد من الراحة للسائق وصارت أزرار الجير بتندمج مع الكونسول الوسطي وهذا التغيير ساهم بتوفير مساحة أكثر وتحسين للشكل العام بالنسبة لنظام الترفيه رح يجيب شاشة لمس مقاس 10.25 بوصة بالإضافة لشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ولأول مرة في سانتافي حيتوفر مقبض اختيار وضعيات القيادة في الكونسول الوسطي وحتشمل الوضعيات الرمل والثلج والوحل والاقتصادية والرياضية والمريحة بالإضافة للوضعية الذكية التي تتعرف على الأرضية وبتختار الوضعية الأنسب بشكل أوتوماتيكي على صعيد الأداء الشركة ما أعلنت عن محركات هيوندي سانتافي 2021 حتى الآن لكن نتوقع أنها رح تستمر بنفس تشكيلة المحركات الحالية مع زيادة في القوة والعزم مع العلم أنها بتتوفر بأسواقنا بمحرك جي دي آي أساسي 4 سلندر سعة 2.4 لتر بقوة 188 حصان ومحرك ام بي آي بقوة 172 حصان وعزم 225 نيو تيم متر ومحرك 6 سلندر بقوة 280 حصان وعزم 336 نيو تيم متر بالإضافة لمحركين ديزل بقوة 185 و 200 حصان وبترتبط المحركات مع غير أوتوماتيك من 6 أو 8 سرعات وعلى الأرجح كمان حتتوفر سانتافي بمحرك هاجين مع قابس كهربائي زي بنت عمها كيا سورينتو 2021 وبتقول هيوندي أنه قاعدة العجلات الجديدة حتساهم بالتحسن كبير على صعيد السلامة في الحوادث لأنه بنيتها المتطورة رح تسمح لسانتافي بامتصاص الصدمات بشكل أفضل وبنفس الوقت رح تخفض نسبة الضرر على المقصورة إلى الآن ما في معلومات رسمية عن أسعار هيوندي سانتافي 2021 أو موعد وصولها للأسواق لكن من المفترض أنها توصل لصالات البيع في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري إن شاء الله شاركونا باراكم في خانة التعليقات هل عجبكم الشكل الجديد لسيارة هيوندي سانتافي وهل من الممكن أنكم تفكروا بامتلاكها لما توصل للأسواق لا تستطيعوا تلايك واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارة اشتركوا في القناة شكرا